في كانون الثاني الماضي أزيح الستارو عن ازدواجية القضاء اللبناني في تسييسه لقضية الوزير ميشيل اسماحة وإطلاق سراحه بعد أربع سنوات ونصف من إدانته بنقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان وتخطيط لتنفيذ تفجيرات بالتنسيق مع ضباط من نظام الأسد الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وانتقادات حادة في لبنان حيث رأى سياسيون وناشطون أن الحكم الأولى خضع الاعتبارات سياسية وإملاءات ما جعل المدعي العام يستأنف الحكم بعد انتهاء محكومية اسماحة وإخلاء سبيله فبعد أن أعادت محكمة التمييز العسكرية توقيفه يوم أمس لإعادة محاكمته صدر الحكم بسجنه لمدة 13 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية مع احتساب أربعة أعوام ونصف العام التي حكم عليه بها من قبل ما يعني أنه سيسجن ثمانية أعوام ونصف العام مراقبون يرون أن محكمة التمييز العسكرية وضعت أمام امتحان كبير في إعادة النظر في القضية برمتها ونطقت بالحكم النهائي بعد أن أنهت مداولاتها في القضية يوم أمس ويعتبر القرار ضربة لنفوذ حزب الله وحلفائه الذين رحبوا بقرار المحكمة الأول حين أفرجت عن اسماحة وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه تم نقل اسماحة من المحكمة إلى سجن رومي وأن الحكم جاء بعد إدانته بتشكيل عصابة مسلحة بهدف النيل من أمن الدولة اللبنانية واغتيال شخصيات سياسية وميدانية واستهداف عدد من الإفطارات الرمضانية الحكم على اسماحة بسجن ثلاثة عشر عاما لاقى ردود أفعال لدى الساسة في لبنان حيث غرد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قائلا إن صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشيل اسماحة يصحح الحكم السابق وأن عودته إلى السجن هو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي فيما اعتبر الرئيس السابق ميشيل اسليمان أنه بعد صدور الحكم على اسماحة ينبغي إعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء محكمة التمييز العسكرية ترجمة نانسي قنقر